نشوف ونتبع الوضع في سينة ونهاردة للأسف استشهد ملازم وفردين أمن في تفجير مدرعة بعبوة ناسفة في شمال سينة تحديدا في منطقة المصورة غرب رفح المصادر الأمنية بتقول إن الشهداء اللي ارحمهم هم الملازم أول أحمد محمد عبدالله عمره 23 سنة الرقيب محمد محمود سامي عودة 30 سنة والعريف باسم سامي عبدالحي 26 سنة أصيب كمان في الحادثة دي ضابط وتسعة من الجنود نتيجة لانفجار هذه العبوة في مدرعتين للقوات الأمن أثناء سرهم في منطقة لحفن غنوب مدينة العريش بشمال سينة